خلصت لجنة تحقيق طابعة للأمم المتحدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي ودعت اللجنة الجمعية العامة إلى تقديم طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتبيان رأيها بشان الأثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل انهاء احتلالها للأرض الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي هي خلاصة تقرير صادر عن لجنة تحقيق أممية معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة استمرار الاحتلال وسياسات الاستيطان الإسرائيلية أسباب تقف وراء هذا الاستنتاج تقول اللجنة تدعو لجنة التحقيق الجمعية العامة إلى إحالة طلب عاجل لمحكمة العدل الدولية تريد استمزاج رأي المحكمة بشان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء تترأسها المخوضة الأممية السابقة نافي بيلاي بيلاي تذكر بالقرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرة تزامنا مع ضم موسكو أراضي أوكرانية قرار يعد أي محاولة لضم أراضي دولة ما أحادية من قبر دولة أخرى باطلا ولاغية المفارقة أن إسرائيل واحدة من بين 143 دولة صوتت عليه إن لم يطبق هذا المبدأ الأساس من مثاق الأمم المتحدة العالمية بما في ذلك فلسطين فلا معنى له تقول بيلاي وبالعودة إلى التقرير المؤلف من 28 صفحة فإنه ركز على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه هذا المشروع بحسب التقرير يمهد لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية حيز كبير منه خصص لمراجعة آثار سياسات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الفلسطينيين تهجيرهم وتغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية أبرز تلك الآثار الأطفال ضحايا تلك السياسات يظهر التقرير التأثير الضار على الأطفال الفلسطينيين لا سيما أولئك الشهود على عمليات الاعتقال والهجمات اللجنة التي منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايتها عقب الهجمات الإسرائيلية على غزة العام الماضي لم تغفل الإشارة إلى الحصار المفروض على القطاع أخيرا ستعرض اللجنة الأممية تقريرها على الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الحالي تلقي الكرة في ساحة المجتمع الدولي تضعه على المحك تطالب رئيستها بتجنب الانتقائية في تطبيق القرارات الأممية كيف تتعامل إسرائيل مع هذه التقارير؟ نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من القدس كريستين ريناوي مرحبا بك كريستين هذه التقارير ليست الأولى إدانات مستمرة دعوات للذهاب إلى محكمة العدل الدولية كيف تتعامل معها إسرائيل سياسيا وحقوقيا أيضا؟ على غرار ما تتعامل وتعاملت معه مع التقارير السابقة جمال رفض إسرائيلي لهذا التقرير أيضا كان الأولى المواقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيرلبيد الذي قال إن هذا التقرير مرفوض وصفه بخمسة أوصاف أنه كاذب، أنه تحرضي، أنه منحاز، أنه غير متوازن بشكل صارخ، وأنه معادن للسمية وقال إن ليس كل انتقاد لإسرائيل هو معادات للسمية ولكن من كتب هذا التقرير هم لاسميون ومعادون للسمية على حد وصفه وعلى حد ما جاء في تقردته على حسابه في تويتر أيضا طوالت المواقف كان هناك شجب للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة التي قالت لصحيفة إسرائيل اليوم قالت إن هذا التقرير منحاز وإن الصفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة قلعاد إردان سوف يرد على هذا التقرير المنحاز بحدة وذلك خلال عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل أيضا جمال كان هناك موقف لوزير القضاء الإسرائيلي جدعون سعر الذي أيضا رفض هذا التقرير وقال إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمارس النفاق السياسي لإلحاق الضرر بإسرائيل وأن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها على اعتبار وعلى حد تقريره أن كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي هو في إطار دفاع إسرائيل عن نفسها على حد قوله وبالتالي هذه الردود الإسرائيلية حول هذا التقرير الأممي في المقابل كان هناك ترحيب فلسطيني جمال قبل قليل صدر بيان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي قال إن هذا التقرير مهم وفي غاية الأهمية وإنه يؤكد التزام وواجب التزام المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وأن هذا الاحتلال هو غير قانوني وقد اعترف العالم بهذا والمجتمع الدولي بهذا الواقع وهذه الحقيقة وبالتالي على المجتمع الدولي أن يساعد فلسطين في التخلص من هذا الاحتلال ووقف كل الممارسات وإجراءات الضم وهدم المنازل والحصار الذي يمارس بقوة الاحتلال بالقوة القائمة بالاحتلال وبالتالي رفض وشجب إسرائيلي جمال وفي المقابل ترحيب فلسطيني كريستين ريناوي مرسلتنا في القدس شكرا لكم